بعذاب أو كان في حد في الدنيا أو جاء معه لعن أو غضب من الله تبارك فهو كبيرا لما نأتي لي حلق اللحية فنجد أوامرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعفائها أمر بتركها صلى الله عليه وسلم لكن لا نجد أنه قال بلعنة من حلق اللحية أو غضب الله عليه ولا بطرده من الرحمة ولا بحد ركتبه على هذا الأمر ولا توعد بالنار على هذا الأمر فالصح إنها محرمة ولا يجوز ونقل الإجماعة على تحريم حلقها ابن القاسم وابن حزم وابن تيمية وغيرهم الإجماع على تحريم حلق اللحية لكن تبقى هل هي من الكبار أو لا الظهرنا ليست من الكبار لكنها معصية والعلم عند الله جل وعلا